بحضور معالي الشيخ سلمان بالخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أطلقت برصة البحرين وسوق أبو ضبي للأوراق المالية بشكل متزامن منصة التبادل الأولى من نوعها في المنطقة وتهدفل بنصة التي تم اطلاقها لتوفير الوصول المباشر للأسواق وقد ألقى معالي الشيخ سلمان بالخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كلمة أكد فيها أن المؤسسين يتصف 서حاؤcount تقوم بدور أساسي في الدفع بعاجلة التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن أطلاق المنصة يمثل ثمرة لشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يجسد الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله لتنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين من خلال السعي الدائم لخلق مسارات متجددة من التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والاستثمارية وتوفر هذه المنصة نظاما متكاملا يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليميا ودوليا حيث تعمل المنصة على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كل السوقين ويأتي إطلق هذه المنصة بناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين بما في ذلك التداول عبر الأسواق نحن سعيدين وفخرين بالإنجاز اللي حصل واطلاق منصة تبادل اللي تربط سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وهذا الإنجاز كان حلم وتحقق كان حلم من عقود من الزمن أنك تربط بشكل مباشر سوقين وهذا بفضل من الله ثم بتوجيه القيادتين الحكيمة وفرق العمل اللي عملت على أنجاح هذا المشروع وشكر موصول لجميع الجهات الحكومية اللي دعمت بعد أيضاً إطلاق منصة تبادل وإن شاء الله في المستقبل راح نطورها لتشمل أسواق أخرى أيضاً نتم اليوم لبن الله الحمد إطلاق منصة تبادل تأتي هذه المنصة تحقيقنا رؤيتنا الرائدة في المدعل على المدى الطويل لإنشاء منصة تداول في المنطقة من أجل ضمان سيولة السوق والإزدهار المال الدائم ترجمة نانسي قنقر